في بعض الأشخاص بيكون هناك فيه أو يمكن هو مش الأشخاص اللي هم عندهم فيه مناداء هنا من بعض السياسيين أن أي شخص بيكون عامل مشاكله يقول اسحبه منه الجنسية يعني كتير جداً الواحد بيشوفها في التلفزيون بعد تصريحات وطبعاً دي خاصة بموضوع اليمين اسحبه منه الجنسية إيه الحالات اللي ممكن يتم سحب الجنسية من الشخص فيها طيب أول حاجة خلينا بس إيه نشرح نقطة وخلينا السؤال ده نأجله شوي هقولك ليه طيب الفرق عندنا دلوقتي هنقول الشائعين أكتر حاجة بس برضو يعني ممكن نقول تلاتة مش اتنين واحد مع اللجوء واحد عنده الحماية المؤقتة واحد مع الإقامة الأوروبية أو رود فيس رود أو أيا كان إيه نوع الإقامة نظر إيه الفرق بين الثلاث حالات دول في التقديم على الجنسية إحنا فيه واحدة ذكرناها اللي هي بتاعت اللغة عشان ما نرجعش نعيدها تاني تمام دي بتاعت اللغة الأساسية أول حاجة الشخص اللي معاه الجوء مش مطلوب منه إنه يدخل سفارة بلده لا يتنازل عن الجنسية النمسوية سوري الجنسية بلده ولا إنه يجيب أي مستخرجات منها ولا شهادة ميلاد ولا جواز صفر ولا أي حاجة لأن إنت من ضمن الحاجات اللي إنت الشروط اللي إنت عايزها في الحصول على الجنسية إنت عايش شهادة ميلاد وعايز حاجة اسمها إحنا بنقول عليها بالمصري فيش وتشبيه اشتراف رجيستر مش عارفة بيقولوها إيه كمان السوريين معرفش إخراج إيه أو مش عارفة نعم السوري معرف أنا سمعتها بس مش على بالي دلوقتي السايا فيش وتشبيه لو هو سجل جنائي بيقولو علي السجل الجنائي مزبوط تمام فلو واحد مع اللجوء هو ممنوع يدخل سفارة بلده تحت أي ظرف فهو دلوقتي النمسا بتقولو إيه خلاص أنا بديك الجنسية النمسوية لو هو مستوفي الشروط بدون ما تدخل على السفارة ولا تتنازل عن الجنسية النمسوية تمام ولا إن انت تجيب منها شهادة ميلاد ولا سجل جنائي ولا أي حاجة لأن من ضمن شروط الجنسية إن انت تتنازل عن جنسية بلدك النمسا لا تسمح بحمل الجنسيتين نسبوط خالص نهائيا فاللي عنده لجوء هو كده عنده ميزة حلوة قوي بقى لو هو بياخد الجنسية إيه هي محتفظ بجنسية بلده ولكن لما بتروح للماجسترات من وينت بتقدم على الجنسية أو انت بتسلم على الجنسية بيقولك خلي بالك انت ما تنزلتش عن جنسيتك وأنا عارفة أن انت ما تنزلتش عن جنسيتك ده حسب القانون لأن انت معاك لجوء بس انت لو رجعت على بلدك إحنا مش نحميك هناك فالمفروض انت لما بيكون معاك جنسية النمسا وبتروح أي دولة بنت حامل الجنسيتين وانت هنا بس لأنه لو رجع لو هو رجع لبلده وما بيحموهوش هي دي بقى النقطة ليه لأنه بيقولك انت كنت مقدم لجوء وبتقول أنا عندي خطر في بلدي وما أقدرش هارجع إيه اللي رجعك فدلوقتي انت رجعت بلدك أنا مديش دعوة بيك يعني لو رجع وهو يحمل الجنسية النمساوية من حقه لو هو رجع وتقبض عليه هناك النمسا بشيل إيده منه هو انت دلوقتي لما بتحمل جنسية الدولة يعني بنقول زي الدول اللي هي المتقدمة زي دول أوروبا ولا أمريكا ولا مش هنعد وبتروح أي بلد تانية وبيحصل لك مشكلة الصفارة بتتدخل فهو لو مثلا قلنا إن واحد مثلا سوري أو مصري أو أيا كان وما زال يحمل الجنسية الأخرى ورجع على بلده ما بيقول له ما لنش دعو بيك دي أنا بنفسي سمعتها في الماجسترات والراجل يعني كنت راحه معاه هو بيقذي اليمين وبيدفع موظفة الماجسترات قريت لو قالت له أنا مليش دعو بيك في بلدك طيب هو في الحالة دي هل كده بتسخط عنه الجنسية لأنني هكونوا يتكلم عن سحب الجنسية بص تفضل خلينا الأول نفرق بين الحالات إحنا قلنا دلوقتي أهم شرط من شروط الجنسية إحنا قلنا الدخل والغرامات واللغة وهكذا وحطي كمان معاها تنازل عن الجنسية لازم تتنازل عن جنسية بلدك النمسا لا تسمح أن الشخص يحمل جنسيتين خالص تمام فأنت لازم تروح تتنازل عن الجنسية بتاعتك فلازم تتنازل عن الجنسية بتاعتك بس قلنا الشخص اللي مش من حقه الوحيد اللي بيسمحوله يحمل فيها الجنسيتين أنه هو الحالة دي من ضمن الحالات هو أن الشخص معه الجوء فاللي عنده الجوء ما يدرش يدخل السفارة مصبوط فخلاص ده مش هيتنازل عن الجنسية فده بيقع مع الجنسيتين فدي ميزة شوية لللي عنده الجوء أنه هو قدم على الجنسية فبيحمل الجنسيتين مع بعض في حاجة تانية في دول بتقولك أنا ما بقبلش أن أنت تتنازل عن تترجع لي الجنسية بتاعتي أعتقد سوريا يمكن من ضمن الدول دي مصر لأ مصر بتقولك عايز تتنازل عن الجنسية المصرية تنازل في بقى ناس هنا بتعمل ايه هو بيروح يتنازل هي برضو حاجة يعني يتدايق أنا دي جنسية بلدي أنا ليه هتنازل عنها مثلا أنت ولدت وعشت فيها وكده ليه أرجع جنسية بلدي فبيعمل ايه بيروح بعد ما بيتنازل عن الجنسية بأعتقد عندنا في السفارة المصرية بيديك مدة سنة أن أنت تسترد فيها الجنسية فبيروح بعد ما ياخد الجنسية النمسوية لأنت لازم تديهم بشتتي جنج لازم تديهم ورقة أن أنت تنازلت عن الجنسية النمسوية بعد ما يديهم الورقة ويحصل على الجنسية قم رايح السفارة المصرية واخد الجنسية النمسوية ياخد الجنسية المصرية مرة تاني طب هم يعرفوا فيه ناس بتقعد سنين رجعت الجنسية بتاعتها وما بتتعرفش وفيه ناس بقى على حظها واحد ابن حلال واحد ابن حلال يقوم كاتب إيميل الماجسترات سطرين فلان استردت جنسية بتاعت بلده أيا كانت بقى هي إيه الماجسترات ساعتها بتعمل إيه بتطلب منك تقولك تعال عندي وروح هاتلي ورقة أن أنت ما خدتش الجنسية بتاعتك تاني وإذا هم هنا اكتشفوا أن أنت استردت الجنسية بتاعتك مرة تاني يسحبوا الجنسية منك فورا وده الرد على إجابة سؤالك لما قلتلي إيه هي شروط صاحب الجنسية صاحب الجنسية مش لعبة ولا حاجة كده الصبح دوة قال لك أنا أصحب الجنسية يسحبها حتى لو الواحد ارتكب جريمة إلا بقى لو إرهابي رح أفجر البلد دي في الحالة دي ممكن يسحبوا منه جنسية أما صاحب الجنسية أبدا مش بسهولة بس أهم نقطة في صاحب الجنسية هو أن أنت تاخد جنسية دولة أخرى أو تسترد جنسيتك الأم اللي أنت قريدي كنت متنازل عنها وكده إحنا قلنا أول نقطة من دمن الفرق بين الحماية المؤقتة واللجوء واللي معاه إقامة أوروبية تمام نيجي بقى دولة يقولنا اللجوء اللجوء معفى كتير من أوراق لأنه مش رازم يدخل صفارة بلده ويقدر يحمل الجنسية النمساوية مع جنسية بلده خلينا نكمل النقطة النقطة دي لأنه مهمة تمام طيب اللي معاه حماية سنوية من حقه يدخل صفارة بلده لأنه مش لجوء حماية سنوية وطبعا اللي عنده الإقامة الأوروبية وهكذا تمام من حقه يدخل بلده فإذا ممكن يطلبوه بأوراق يقولوله بقى روح هات السجل الجنائي هتلينا شهادة ميلاد هتلينا معرفش إيه من بلدك من سفارة بلدك تمام وكمان بيقولوله أن أنت تتنازل عن الجنسية جنسية الأمة بتاعتك مع اللي معاه حماية سنوية ممكن شوية ندخل في مهاترات تعرف يعني إيه بقى اللي هو طب ما يقدرش يدخل الصفارة تبقى صعبة بس ماقدرش أقولك مية بالمية بيجيلوا إعفاء زي اللي عنده لجوء لأنه بيطلب منه يدخل الصفارة لأنه من حقه لأنه ما عندهش لجوء تمام اللي معاه بقى الإقامة الأوروبية ملزم بقى بكل الأوراق دي وملزم يتنازل عن الجنسية بتاعته بتاعت الأمة طيب فدول الفرق بين الحالات مش بس الأوروبية أي إقامة تانية رود فيس رود أو إقامة طالب أي حاجة في الحالة دي بيطالب بكل الطلبات المفروضة اللي هي الطلبات العامة اللي احنا قلنا عليها